قبل ما نبدأ الفيلم لا تساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وده عشان تتابع معنا اقوى افلام الرعب بيبدأ الفيلم سنة 1984 في مدينة ايطاليا مع الاب جابريال وبنشوفه داخل بخنزير اسود على بيت قديم وده عشان يعمل جلسة طرد الروح شريرة من على شاب صغير وهنا بيعرفوا من الاب كل التفاصيل بتاعت الحالة وان الشاب كان بيتكلم طول عمره بالايطالي لكن فجأة بقى يتكلم انجليزه وتصرفاته غريبة على رغم انه عمره معامل كده قبل كده وبيدخل القضى بيلاحظ انه بيتكلم غير اللغة بتاعته مشكله بقى مرعب وبيحاول انه هو يستفز الروح للجواه وبيسأله عن الوظيفة بتاعته وبيتحدى انه مش هيعرف طبعا الروح بتكون مش قادرة تقوم بسبب الصليب اللي قدامها وبيسأله ليه دخل في الشاب ده على رغم انه هو فقير وكان ممكن يدخل في شاب تاني من الاغنية بتاع المدينة وفي الاخر بيدخل بالخنزير الاسود على القوض عشان الروح تدخل فيه بدل الشاب وبيكمل الاب جابريال التكوس بتاعته لحد لما الروح بتدخل فعلا في الخنزير بنعرف انه هو خلص عليه على طول اول لما رح دخلت جواه وبتخلص اول لقطة في الفيلم الحدي هنا وبعدها بنروح على اسبانيا سنة 1987 ولي بنعرف ان المرة دي انجن اقوى بكتير جدا من الحالة اللي كانت في ايطاليا فكمل معانا للاخر هنا بنشوف الاب جابريال واقف قدامه صورة في الكنيسة وبيسأل ازاي الكاهن مقتلش الشيطان لما جات له الفرصة فبنعرف انه هو ما يفعش يعمل كده اصلا والاب جابريال بيفكر في طريقة جديدة للتكوس بتاعته واللي بتطرد الارواح من على الناس وبعد شوية بنتعرف على الاب سكاي واللي بنشوفه رايح عشان يرحب بأسرة صغيرة لسه نقل في بيت جديد وبنعرف انه هم ويرسوا من جدهم الواضح ان البيت كان شكله قديم جدا ومسكون وفي اللحظة دي ايمي بتكون في الحمامة عشان تخسل سننها بنشوف كيان مرعب من بعيد عن ما اللي يبص عليها لكن في الاخر بنعرف انه هو اخوها الصغير هنري وبيكمل في البيت لوحده وهنا بيسمع اصوات غريبة من فتحة في الحيطة والام بتوصل على الاوضة بتاعت بنتها وبنعرف ان هنري مش بيتكلم من حوالي سنة وده بعد موت والده بنرجع تاني على الاب جابريال في الطريق وبيسافر على ايطاليا وبنعرف ان هو عنده محكمة صغيرة في الكنيسة بسبب اخر جلسة عملها لطرد الارواح والكنيسة بتلاعز ان ببقاش في حاجة اسمها ارواح شريرة والكلام ده كله وان الموضوع محتاج لطب نفسي مش اكتر وبيرفضوا من الخدمة بعدها بنرجع تاني على البيت المسكون وبنشوف جوليو هي بتسمع اصوات كتيرة في الصالة وبتحاول ان هي تتطمن على ابنها بنعرف ان هو كويس والعمال لسه في القبو بتاع البيت وللأسف اتنين منهم بيتعرضوا للحر والغريب ان هو ما كانش بيتكلم لحد لما بيقول لهم ان كل اللي موجود في البيت ده هيموت النهاردة او في اقرب وقت ممكن طبعا الام بتلاحز ان شكله متغير فبينقلوه على المستشفى لكن الدجاترة بتقول لها ان الطفل سليمه مش محتاج اي علاق في الاخر بترجع على البيت وهي متأكدة ان فيه كيان شرير في المنقان وبتحاول ان هي تتصل على الكنيسة عشان تطلب منهم المساعدة وهنا الكنيسة بتود الاب سكا عشان يفهم القصة لكنه مش بيكمل دقيقة والكيان بيترده من القوضة في نفس الوقت بنشوف الاب جابريال مع باب الفاتيكان وبيطلب منه يشوف قصة الطفل هنري وبيعرف ان هو في نفس البيت اللي حصلت فيه حالات طرد أرواح قبل كده بيجمع كل المعلومات عن البيت ده عشان يروح على الحالة بسرعة ويلحها قبل ما تموت وبعد فترة بيوصل على البيت بيتعرف على الاب سكاي وبيدخل تنع عشان يدور في المكان وبيعرف نوع الكيان اللي هو موجود والأم بتحاول ان هي تطلب من الاب جابريال ان هو يعمل اي حاجة عشان يلحق ابنها وطالما هو اللي وصل على البيت ده معناه ان الحالة بتكون خطر جدا فبعد شوية بيدخل على القوضة بتاعت الطفل عشان يقرب على هنري وبيحاول ان هو يستفز الكيان اللي جواه عشان يتكلم معاه لكنه مش بيحصل حاجة بيحاول يسأل الروح عن سبب وجودها في الطفل فبيعرف ان هو موجود هنا عشان يكلمه وجعرف قصته من اول لما كان في الجيش بيبدأ الاب جابريال ان هو يقلق لان كانت عارف عنه كل حاجة فبيخرج من القوضة وبيسأل سكايا لو كان جاب سيرته قدام حد في البيت قبل كده فالواضح ان هو ما كانش حد بيتكلم عنه وده بقى مرعب اكتر بالنسبة له لان عارف كل حاجة عنه حتى لو محدش يتكلم في سيرته بيتكلم شوية مع القب عن ابنها وده يمكن يوصل لحاجة وبتقوله ان اكتر حاجة مؤثر عليه هي موت والده في الفترة الاخيرة في نفس الوقت ايمي بتكون في القوضة بتاعتها وبتسمع اصوات حركة في كل مكان وبتحاول ان هي تتطمن على اخوها فهنا شكله بيكون مرعب جدا وعينيه حمرة والبنت بترجع على القوضة وبتسمع صوت تليفون بيرن عليه وبتتصدم ان اللي بيكلمها بيكون ابوها اللي مات بتوصل على امه عشان تعرفها اللي حصل وجابريال بيعرف ان الموضوع خطير جدا فعلا ولازم يفضل معام عشان يحميه من الكيان وهنا بنعرف ان الحل الوحيد عشان يترض الروح شوية مع سقايب عشان يتكلم عن التعليمات وان الشيطان اكيد هيستفزه عشان يكون تحت سيطرته وفي الاخر بيطلع على القوضة بيحاول جابريال ان هو يقول شوية ايات من الانجيل عشان يعصب الكيان لحد لما النور بيقطع في البيت كله وهنا بتظهر واحدة قدامه بنعرف ان هي كانت حلة قديمة عند الاب جابريال وهنعرف قصتها في الاخر لحد لما بتشوف ان الكيان قادر يستحوز على التفكير بتاع جابريال وبعدها بيحاول ان هو يقول الاسرار بتاعت سقاي فبيتعصب جدا عليه وفي الاخر كان قرر بيموت الطفل بسبب اللي حصل وجابريال بيطلعه من القوضة في الوقت بنعرف ان هما لازم يكتشفوا اسم الكيان لان ده الحل الوحيد قدامهم وخلال ايام الطفل الصغير هيموت ده لو ما خرجش طبعا الكيان من جسمه وهنا بيعرف ان الشيطان مش محتاج الطفل ولا حاجة وان اهم حاجة عنده ان هو يهد الكنيسة وفي نفس الوقت بتظهر ايد مرعبة بتمسك في الام بعد شوية الاب سقاي بيدخل على القوضة بتاعت هينري وبيمسك ايده لكن الكيان بيهجم عليه وبيقدر ان هو يعوده من ودانه وبياكلها وبعدها الام بتفضل تطير في القوضة والبيت كله بتحصل في حاجات مرعبة في نفس الوقت والاب جابريال بيحاول ان هو يفتح مكان سري في القبوة بتاعت البيت بعد شوية بيسمع صوت الام وهي بتسرخ فبيحاول ان هو يساعدهم وبعد شوية بيناموا من كتر التعب وبيتكلم هنا مع سقاي فبيرجعوا تاني على القبوة تحت البيت عشان يفهموا القصة والشيطان بيظهر في جسم التفل عشان يفوقوا مرة تانية بعد لما قرب على المكان بتاعه هنا بيشوف جسس كتيرة للناس اللي اتطردت ارواح قبل كده من فترة كبيرة لحد لما بيقرب على جسس مميزة وبياخد منها المفاتيح وفي نفس اللحظة بابا الفاتيكان بيحاول ان هو يقرر سالة جاتله من فترة وما خدش باله عن الناس اللي كانت بتطرد الارواح زمان وان فيه كيان جوي جدا ظهر لهم الفترة الاخيرة وما حدش قدر ان هو يعمل معا حاجة وفي نفس الوقت بيروح على البابا اللي في الكنيسة وده عشان يموته وكمان ويخلص منه وبيفضل جابريال يلف في المكان لحد لما بيروح على قشرة واحد في طرد الارواح وبلاحظ المذكرات بتاعته فبيفضل يقر فيها شوية بنعرف ان الكيان اللي كان قوي بالنسباله قادر ان هو يدخل في اكتر من جسم شخص في نفس الوقت وطرد الارواح نفسه كان ممسوس وان تقريبا الشيطان ده من مئات السنين وعشان محدش يقدر يتكلم معاه قررت الكنيسة ان هي تدفن كل الاشخاص دول مع بعض في نفس المكان عشان السر ينتهي معاهم هنا الام بتسحب من النمو بتحاول تدور على بنتها فبتلاقيها في القوضة بتاعت هينري وتقريبا كده الكيان دخل في جسمهم هم اللي اتنين وهنا الشيطان بيهجم عليهم كلهم في القوضة لحد لما اخيرا جابريال بيكتشف اسم الشيطان وعشان كده كان محتاجه اول لما دخل في هينري وان الهدف من كده يقتل كل طريد الارواح في الكنيسة فبيحاولوا انهما يعملوا اخر صلاة قبل الجلسة اللي هتحصل كمان شوية بيحاول يعرف سكاي انهو لما دخل الجيش ايام الحرب العالمية بسبب ان صحابه كلهم بيكونوا ماتوا قرر ساعتها انهو يقدم حياته للكنيسة ودي اكيد كانت رسالة من ربنا وللأسف اول حالة كانت مع بنت مسكونة بالروح الشريرة ودي اللي شفناها من شوية وقلتلكم احكلكم عن تسطها في الآخر وان هي كانت محتاجة علاج نفسي مش اكتر وللأسف كان تشخيصه غلط وان هي كان عليها روح شريرة لحد لما انتحرت في المستشفى ودي كانت اكبر غلط عملها في حياته وان ادمان عليها لحد دلوقتي بيجاهز المعدات بتاعته وبيطلع على القوضة وانا بيقولهم ان الشيطان هيحول يدخل من نقاط ضعفهم وعشان كده مستحيل حد يصدقه او يركز معه اصلا فبيتحرك على القوضة وهنري بقى شكله صعب جدا مع الوات وبعد سيطرة الكيان بيحاول ان هو يطرد الروح من جوه الطفل وبيقرر جابريال ان هو يستخدم كل المعارض بتاعته في طرد الارواح السنين اللي فاتت وده عشان يخلص من الشيطان واللي بيكون اسمه ديس وسكاي بيحاول ان هو يساعده في كده فهنا الشيطان بيكون فقد السيطرة وبيحاول يخرج من جسم هنري وبعدها بيدخل في جسم اخته ايمي وبيطلع بيها على السقف بيهجم على كل اللي موجود في القوضة وهنا سكاي بيكون قرب يموت وجابريال مش قادر يتحرك والام بتطلب من بنتها تسيبها عيشة فبيعرف ان الوضع خرج عن السيطرة جابريال بيحاول ان هو ياخد الروح عشان ينهي اللعنة ويضحي بنفسه وبيطلب منه ويطلعه دلوقتي على القوضة بسرعة وفي نفس اللحظة بدأت تحصل حاجات غريبة في الكنيسة وجابريال بيكاوم بكل الطرق فبيحاول يشنق نفسه عشان ينهي اللعنة طبعا الشيطان مش بيديله الفرصة ان هو يعمل كده غير لما يكمل المهمة بتاعته وهي تدمير الكنيسة تماما فبيروحها للقبع عشان يحرق المكان كله وبتظهر قدامه روح طيبة وقبل ما يقرب عليها بيعرف انها من الشيطان وسكاي بيفضل معاه في المكان لحد لما بيعرف ان جابريال بقى تحت سيطرة الشيطان للأسف بقى قوي جدا وجابريال مش قادر ان هو يقوم وكمان الارواح بتهجم على سكاي فبيخلص منها بالصليل اللي كان معاه وبعد فترة الشيطان بيكون في جسم البن وبيرموها في النار عشان يخلصوا منه بعد لما اخيرا خرج من جسم جابريال وهنا بيعملوا اخر جلس عشان ينهوا على الكيان ده للأبد وبعد شوية بيرجعوا للفاتيكان وهم فرحانين قوي وبيعرفوا ان ديس ما كانش اقوى واحد ولا حاجة ولسه في اكتر من ميت شيطان على الارض لكن فيلمنا بيخلص لحد هنا فمنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة ولو عندك اي اكتراح لفيلم رعبة واكشن اكتبوا لنا تحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام